السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوسمدي هل نار جعل الله نقدمكم الحلقة خاصة بمراحل نمو الأرنب حسب الشهور بالتفصيل الممين إذن في الشهر الأول يولد الأرنب عاري بدون شعر بعينين منغالقتين ويعتمد بشكل كبير على أمه في الثلاث أسابيع الأولى من حياته أما في اليوم السابع تقريبا يبدأ الفراء في النمو وفي اليوم العاشر تبدأ العينين بالانفتاح أما في اليوم 12 بالضبط تبدأ الأذنان بالظهور وفي عمر 3 إلى 5 أسابيع تتمكن الأرنب من قدم الأغذية يعني تقدر أنها تهرس الأغذية الصلبة ويكون الأرنب مستعد لترك العش دي الأم دياله أيضا إذن هذه المرحلة هي قبل الفيطان دبا نهضروا إلى الشهر الثاني وهي من 6 إلى 8 أسابيع في هذه المرحلة يتمكن الأرنب من الاستقلال التام عن الأم أما في الشهر الثالث في هذا الشهر يعني كيبلغ الأرنب يعني سن البلوك يولي بالغ وفي هذه المرحلة ضروري ضروري ومؤكد أننا نفصله بين الظكور وبين إينات أيضا يعني خاص مرحلة العزل فهذه المرحلة كيكونون في عمر 10 ديال الأسابيع دبا نتحدث عن تانيع لمرحلة أخرى وهي في الشهر الرابع إلى السادس فهذه المرحلة هي عبارة عن تغيير في السلوك في السلوك ديال الأرنب بحيث أن الأرنب كيصبح ناضج جنسياً وبالتالي ممكن للمربي الأرنب في هذه المرحلة باش أنه يراقب الأرنب ديالوغ فمنها اللي غادي يكسبها وغالباً كتكون الإينات أن الأغلبية ديال المربين ما كيفرطوش في الإينات يعني كيكونوا أغلبية كيبيعوا الظكور وهدوك الإينات أو الظكور إلا بغي يخلي منها شي حاجة يخلي اللي كتكون حيوية وكتكون ناشيطة وكتكون بينها أنها فحل كيكون لك في الفحولة كيكون ذكر يعني بين عريض في الكادر ديالو كيكون مزيان في الطولة ديالو كيكون مزيان هذاك ممكن أنك أن المربي يخليه بالنسبة للإينات فممكن أننا نخلي وعوتني تهياء السلالات يعني مثلا البابيون أو الشانشيلا هدو ما نفرطوش فيهم يعني هدو كتكون أم حانون كتكون عندها سبحان الله كتكون مزيانة عند الله أما قضية ذي النشاط أو تني كتكون الأمهات اللي كيكونوا خامولين كتكون ما ما كتحركش بززاف هذيك من الأحسن تهياء تمشي للبيع أما هذه كتكون ناشيطة وحيوية هذيك نخليوها أما بالنسبة للسلالات المهجنة يعني تهياء اللي كتكون ما معروفهش من الأحسن تهياء ما تربيوهاش عندكم ربيو غيء اللي كتكون الأصيلة الأصلية الأصلية هي الدوريجين اللي كتكون إما شانشيلا إما بابيون ماشي كتكون شي شي وحدة كتبال لك مثلا فيها نص نص يعني مهجانة حنا كنقول مهجانة أو كيكين الكار وازع أو التهياء ما نحاولوش أننا نربيوه ربيو غيء الأصلية يعني اللي كتكون إما سلالة وحدة يعني إما كتكون نيوزيراندي كتكون كاليفورني كتكون بابيون بابيون فرنسي شانشيلا هذو ممكن أنكم تخليوهم للتربية وينيو باش تكسبوهم وإن شاء الله يعطيكم واحد المردود وواحد الإنتاج ممكن أنكم تكملوا المسيرة ديالكم إذا الحلقة دينا نراها سهلات كنظن أنني شرحت جميع المراحل ديال النمو ديال أي أرنب الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غالية بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيووا على زر جام ما تنسوا الناس بزر جام وتكيووا على زر جرس قيصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة